أنا ساعات كتير بأعتقد أنه هو ما كانش شايف نفسه عبقرية ده مجرد اعتقاد فكرة في بالي أو أنه يكاد يصل إلى هو الناس دي شايفاني عبقرية ليه أنا عادي لأنه القدرة دي على اكتشاف المواهب والإصرار على إظهارها وأنها تكون مواهب لامعة ده واحد مش مشغول بتقييم ذاته أصلا صحيح وهو ده على فكرة فكرة العبقرية لا ما يدي العبقرية الحقيقة إن هو مش مدرك أنه عبقري ما هو المدرك أنه عبقري هيعيش على إنه أنا عبقري لكن هو كان طول الوقت بتعامل مع المزألة باعتباره هو بيعمل لهو بيحبه بس لأكثر والأقل فكل ما يتاح ليه فرصة إنه يعمل لهو بيحبه في حاجة فبيعمله هو سابق دي هو عامل زي أبطال الملاحم الإغرقية فعلا وأنا من الناس اللي بتشوف صلاح جهين هو أكبر من كونه شاعر وفدان كاريكاتير وممثل إلخ إلخ صلاح جهين فيلسوف بكل ما تحمله كلمة فيلسوف من أدق المعاني طبعا طبعا أولا هو طبعا صاحب فيلسوف قاعد يفكر سبوه لا تعمله سلطان ولا تصلبه ولا تصلبه هو لا هو كمان الربعيات أثبتت أنه فيلسوف يعني هي الربعيات خلاصة فلسفة صلاح جهين في الحياة إنه برضو لما تعد تتخيل إن الربعيات دي لما شخص يكتبها المفترض يوصل من الحكمة لسن قد ما يعني مفترض يكتبها في نهاية حياته مش ديه تبقى في نهاية حياته مش ديه يكتبها وقفة العشرينات من عمر مش ديه يكتبها وقفة التلاتينات يعني المفترض للمرحلة دي دي مرحلات لسه بيتعلم مش اللي بينتك فيها انتاج في كمية الفلسفة والحكمة دي انه يعني كان رأي قديم كبير زي حيحي حقي مثلا ان انت لو حطيت الربعيات دي لوحدها وحطيت كل الشقة الواحدة وانا بالنسبة للربعيات التكفي فهو كمان كان واصل ويححي حقي ده في النهاية من عظماء مصر في السقافة طبعا فلما يجي يوصف حاجة بالشكل ده ولما يجي يحللوها في اللغة العربية وهي مكتوبة عليها أشعار بالعمية المصرية يلاقوا ان 82% من الكلمات اللي استخدمها باللغة العربية فصحة وهي أشعار بالعمية عشان كده لما نقول عمية هي عمية صلاح جهيد زي ما نقول اكتهاب صلاح جهيد ففي عمية صلاح جهيد يعني طول وقت لما تدرس العمية العمية لها سكة ولها وفي حاجة اسمها عمية صلاح جهيد